أعود إليك مرة أخرى ضيفة دكتورة زينة منصورة الأكاديمية والباحثة السياسية وكنت تشاهدين معنا هذه الصور الحية والمباشرة للمنطقة التي تعرضت للقصف بالأمس على يقود الاحتلال كيف تعلقين سيدة دكتورة زينة على هذه الصورة ودلالات أيضاً هذه الغارة التي استهدفت وسط بيروت في ظل الحديث عن تسوية محتملة هي رسالة نارية سيدة الكريمة بأن ساحة المعركة مستمرة والحرب مستمرة برغم أن لبنان خلال وجود المفد الأمريكي المعزز من قبل الرئيسين بايدن وترامب ليصل إلى اتفاق شهد حوالي يومين من التهدئة بعد مغادرته من تل أبيب دون الصدور أي بيان أو أي معلومات إيجابية عن أي نتيجة لوقف إطلاق النار تبين أن هناك مسار تصعيدي سواء على مستوى استهدافات واغتيالات مباشرة خارج الضاحية داخل العاصمة بيروت وأحيائها المكتزة ما يشير أن عملية استهداف قيادات الصف الأول تقريباً الجيل التأسيس من حزب الله تم اغتياله وجيل الثاني والبدائل وبدائل البدائل اليوم مدير غرفة العمليات في حزب الله محمد حيدر الملقب بأبو علي فإذن هذا يدل أن العملية البرية مستمرة جنوباً عبر محاولة عزل منطقة مرجعيون ومحاصرة أيضاً بنت جبايل والخيام والنبطية وهذه مناطق لها رمزية شديدة لدى حزب الله وبئته الحاضنة وفي نفس الوقت داخل مربع بيروت العاصمة وأحيائها كمنطقة البسطة المكتزة سكانياً وفي هذه النقطة بالذات التي شهدت محاولة اغتيال مسؤول الأمن والارتباط في حزب الله وفي قصطة سابقة منذ أسابيع فإذن كل ذلك يدلل أن هناك ضوء أخضر أمريكي أوروبي يتيح لإسرائيل بعملية القضاء على الأذرع في المنطقة وليس حصراً في لبنان أو في حزب الله واليوم الجانب الإيراني يعلم ذلك وحزب الله أيضاً يعلم ذلك وكان لافتاً تصريح لارجاني للجانب الرسمي اللبناني الذي أبدى ليونه في العملية التفاوضية لكنه أبدى تشدداً في موضوع تسليم سلاح حزب الله تبقى لتطبيق القرارات الدولية ودون حل مشكلة السلاح العملية العسكرية مستمرة بشقيها الأهداف داخل المربعات السلاس ضاحية بقاع وجنوب وأيضاً عملية الجوية دكتور زينة منصورة الأكاديمية والباحثة السياسية كنت تحدثين من العاصمة اللبنانية بيروت شكراً جزيلاً لكي